مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع اليوم دي نحكي عن موضوع يمكن من أكثر المواضيع اللي بنسألها إحنا في قادمين جدد شو نسوي في كندا نشتري بيت ولا نستأجر بيت خليكم معاي بعد الفاصل طبعا هذا السؤال أنا سألته يمكن وكثير سألوه لأكثر من مستشار عقاري وللأسف الأجوبة كانت مش واضحة دايما يعني ما بتوخت جواب دايريكت إنه آه بيع آه استأجر آه اشتري الأجوبة دايما أو يعني حسب وضعك وال يعني ما في جواب دايريكت وهذا بيحير دايما فإحنا بشكل عام يعني بالقرن الواحد وعشرين فأنا ما توقعت إني ما في جواب آه علمي لهذا السؤال وجلست أبحث وأبحث وأبحث وجدت في المكتب كتاب آه اسمه رينتينغ فيرس آه باينغ ممكن تستأجروا من المكتب أنا وجدته في مكتبة أوتوا هو بيحكي عاد بالإجمال عن السوق الأمريكي لكن في كتير معلومات مهمة واكتشفت فيه شغلات كتير ما عمري سمعت عنها ومصطلحات جديدة وشغلات الفايف برسنت رولز والانريكوفربل حنحكي كل عن هاي الشغلات اللي هو كوست وشغلات كتيرة يعني تعلمتها وبعدين في بعطيك معادلة رياضية رياضيات يا جماعة اللي درسناها في المدرسة معادلة رياضية تعرف أنه الأفضل لك تشتري أو تستأجر خليكم معاي الآن حنشرح كل هاي الأمور الفيديو رح يكون طويل في كتير شغلات معقدة أنا يدوب فهمتها فعم بحاول أبسطها لكتاب حوالي 400 صفحة حنحاول نخصه بأسرع وقت ممكن الآن القادم الجديد نصيحتي 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 أول سنة مينموم يستأجر هذه يعني أول شغلة أول شي بعرف المنطقة والمدينة اللي هو عايش فيها شو المناطق اللي كويسة شو المناطق الأسوأ شو المناطق اللي فيها فسيليتي أكتر أماكن للرياضة للسباحة للتعلم التسوق كل هاي الأماكن بعرفها بعد أول سنة تقريبا من حياته في هاي المدينة الشغل الثاني المدارس طبعا في مدارس في كندا كل المدارس ممتازة لكن في مدارس أحسن بسبب الانفورمينت اللي موجودين فيه في هذه المنطقة وفي مدارس طبعا أسوأ تعتمد على المدارس وفي تقييم للمدارس ممكن تدخل عليه وحكينا عنه اسمه رانكينج سكول مش كل المدارس إلها تقييم بس في كتير مدارس إلها تقييم فبتعرف المدارس والشغلة الثالثة بتكون وجدت عملك فمستحيل أنت تجلس ساعتين بس وكل يوم عشان تروح على عملك وترجع فعادة بتحاول أنك تجد مكان جنب عملك يعني مكان تشتغل فيه بيكون قريب الآن نرجع للسؤال بعد السنة هل أشتري أم أظن مستأجر؟ هون السؤال المهم فيه شغلتين أو فيه شغل له مصطلح مهم جدا لازم نفهمه اسمه Unrecoverable cost يا جماعة بسبب هذا المصطلح اللي هو المدفوعات الغير مستردة أنت أكنك بتقارن تفاحة بموزة الاستئجار مقابل البيع الموضوع مسهل معظم الناس تقولك آه ما أنت بتدفع مصاري بالهوى للإيجار فمفروض أنت الأفضل لك أنك تشتري لا المقارنة هذه خطأ هذه مقارنة تفاحة بموزة عشان تتقارن تفاحة بتفاحة لازم تعرف كل الأشياء اللي أنت كصاحب مالك بيت بتدفعها وإنت كمستأجر بتدفعها المصطلح هذا بالإنجليزي بيسموه Unrecoverable cost اللي هو المبالغ الغير أو المدفوعات الغير مستردة اللي بتضيع عليك اللي بنحكي في الأجار الموضوع بسيط جدا المبلغ اللي بتدفع الأجار هذا هو Unrecoverable cost أو المبالغ الغير مستمد في موضوع الشراء الموضوع أكثر معقد الموضوع فيه كتير حسابات عشان يكد خلينا نعملها شغلة باي شغلة أول شيء اللي هو التاكس أو ضريبة الأراضي أو ضريبة المباني كيف بيسموها في مدينتك الضريبة هاي عادة تحدد بتقريبا 1% من سعر البيت 1% من سعر البيت هذه انت بتدفعها مقابل تنظيف الشوارع مقابل المنفايات من أمام منزلك مقابل الإنفرستركشور أو البنية التحتية كل هاي بتدفعها للحكومة هذه تقريبا 1% فإذا بيتك تقريبا سعره 500 ألف انت بتدفع خمس ألاف دولار سنويا تقريبا نحكي للحكومة مقابل هذه الخدمة هذه المصاري ضيع عليك انت كصاحب بيت انت كمستجر ما بتدفعها هذه كصاحب بيت الشغل الثاني موضوع الصيانة صيانة البيوت في كندا بشكل عام غالية خاصة أجور العمال فإذا انت بدك تغير حنفية مثلا بدك تجيب سباك لأنه إذا انت ممكن سويتها لحالك وصار فيها مشكلة الإنشورانس إذا بدك تسوي أي شيء في الكهرباء لازم تجيب كهربائي مرخص إذا بدك تجيب تغير مثلا كل عشر سنين أو خمسة عشر سنين تغير الفيرنس أو مضخة الهواء اللي التدفئة بدك تجيب تشتري واحد جديد كل عشر خمسة عشر سنين لعشرين سنين بدك تغير السقف برضو هذا كوست الأشياء الصغيرة الدهان تغيير أي شيء بسيط تغيير مثلا باب الكراج كل فترة هذه كل الأمور ما في لها للأسف محصلة ملخص لأنه بتختلف من بيت لبيت من عمر البيت لكن وجدت أنه معظم الناس بيحددوها بتقريبا واحد بالمية من سعر البيت فأنت عندك واحد بالمية ضريبة واحد بالمية سنويا تقريبا تدفع صيانة وعادة تأهيل للبيت الشغلة الثالثة طبعا معظم اللي بيشترو بيوت بنحكي 90% بدفعوا جزء من سعر البيت وباخدوا قرض من البنك فالفائدة من البنك هذا مبلغ أنت بتدفعه مع أنه هذا الشغلة برضو معقدة جدا الفائدة من البنك هو عبارة عن مبالغ غير مستردة أنت بتضيع عليك هي بتروح للبنك مش للمنزل مش أنت داخله في المنزل فالفائدة تبعات البنك نحكي إنها تقريبا تقريبا الآن حوالي 3% فصار عندك واحد بالمية ضريبة واحد بالمية صيانة وثلاثة بالمية بتدفعها سنويا اللي هي عبارة عن الفوائد طبعا الفوائد موضوعها معقد أكتر الكتاب هذا في حوالي مية وعشرين صفحة بس على موضوع الـ Interest Rate وكيف تحسبو لأنه بعد إذا ما أخذ نصف المدة بنزل وبطلع بدناش ندخل في الموضوع هعمل فيديو خاص أنا بوعدكم على هذا الموضوع وكيف إنكم تدفعو هذا تابعوا القناة اعملوا سبسكرايب وشير عشان توصلكوا كل جديد ورح أعمل بس فيديو خاص كيف تدفع المورجج بأسرع لأنه تعلمت طريقة رائعة جدا في هذا الموضوع وأنا حنفذها إن شاء الله طبعا في موضوع الآن إحنا صار لنا 5% هذا الواضح 1% ضريبة 1% صيانة و3% الـ Interest أو الفائدة على القرض اللي أخذنا الآن فينا شغلة اللي هي الناس كتير ما بتحسبها في موضوع شراء البيوت إنه أنا لازم أدفع مبلغ اللي بسموه هما Down Payment أو مبلغ ما قبل الشراء اللي هو عادة 20% نحكي من 5 إلى 20 بس عادة 20% المطلوب هذا 20% نحكي من منزل سعره 500 ألف أنت بتحكي عن 100 ألف دولار هون الـ Investors أو الناس اللي عندها دماغ استثماري بفكروا بالموضوع بطريق آخر أنا وإنت يمكن بنقول آه أنا بدفع هذه 100 ألف بس هذه يعني أنا بدفعها لمنزلي فأنا بحافظ على سعرها الاستثماريين بفكروا فيها بطريقة أخرى بقول لك لا إنت لو 100 ألف استثمارتها في الـ Stocks أو بالسوق المالي أو بالأوراق المالية أو اشتغلت فيها عادة ربحها مفروض السنوي يكون 6.5% هذا الأوراق تبعها إذا أنت فعلا تعرف كيف تشتغل في هذا الموضوع المنزل بنفس الوقت ما بنحكي أنه أنت المية المية ألف خسرتها لأنه المنزل بصير كل سنة برتفع سعره ففعليا سنويا تقريبا نحكي الأوراق هلأ بختلف من مدينة لمدينة ومن منطقة لمنطقة المنزل سعره مفروض يرتفع تقريبا في شمال أمريكا 3% يمكن في أتوا برتفع أكتر في تورونتو وفانكوفر خلال سنوات ارتفع أكتر بعدين توقف فالرقم هذا ليس 100% لكن الأوراق الذي شفته في مقاطعة أنتاريو 3% 3.2% هلنحكي 3% أنت 6.5% وهون 3% مربحك في البيت وغاد لو استثمرت في الاستثمار بشكل عام رح سير عندك 6.5% فالفارق هذا اللي خسرته أنت لما شريت البيت اللي هو 3.5% 3.5% هاي مش صافية 3.5% لأنه في عليها ضريبة فبعد الضريبة بتكون تقريبا 2.5% مربح اللي هو الفرق بين أنك شريت البيت أو استثمرت المبالغ هاي في السوق أو في المد هذا الـ 2.5% في ناس كتير بيسحبوها من بقول لك أنا قلبي ضعيف وما بستثمر لكن لازم تعرف هذه النقطة وتكون واضحة بالنسبة لكم فالموضوع ليس موضوع سهل الموضوع فيه كتير نقاط متشاعبة فيه أربع نقاط أخرى مش حكي عنها لأنها نادرة الحصول بالنسبة إننا إحنا كعرب اللي هو الاستثمار في البيت الثاني والثالث والرابع والمواضيع هاي الآن في محصلة الكلام بدنا نعطيكم المعادلة اللي أنتو قاعدين تستنوا فيها المعادلة الرياضية سهلة جدا سعر البيت مضروب بخمسة بالمئة اللي حكينا عنها في البداية اللي هو واحد ضريبة المباني اثنين الصيانة وثلاثة بالمئة الانترست سعر البيت ضرب خمسة بالمئة قسم 12 12 شهر بما معنى لو كان سعر البيت خمسمية الف دولار دربته بخمسة بالمئة وقسمته على 12 بطلع عندك حوالي 2000 و83 دولار فإذا أنت مستعجر بـ 2000 و83 دولار بالشهر أو أعلى لا الأفضل تشتري بيت إذا أنت مستعجر بـ 2000 و83 دولار أو أقل الأفضل أنك تستعجر واضح هذه الحزب طب يحسب بطريقة أخرى سعر الأجار أنا مستعجر منزل بـ 3000 دولار بالشهر سعر الأجار أضربه بـ 12 شهر وقسمه على 5% سعر الأجار ضرب 12 قسم 5% منتاز منتاز إذا أنت مستعجر بـ 3000 أضرب 12 قسم على 5% 700 ألف دولار أو 720 ألف دولار بالضبط فإذا أنت مستعجر بيت بـ دولار أو بدك تشتري بيت بـ 720 ألف دولار إذا وجدت بيت أرخص من 720 ألف دولار فالأفضل أنك تشتري إذا وجدت بيت أغلى من 720 ألف دولار فالأفضل لك أنك تستعجر هذا كله يعتمد على المديلة وأنا أضع لكم هذه الشغلات وسلام بالجميع يلا أعطيكم ألف 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 عافية السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علينا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد